من أسئلتها قديرة الشيخ تقول إذا حافظت المرأة أجزاء من القرآن الكريم ثم نسيتها بسبب انشغالها بشؤون البيت كثيرا وعدم واضبتها عليه فهل تعتبر آثمة؟ إذا كان النسيان بسبب آفة نصابة الإنسان أو شغل شغله عن مدارسة القرآن إنه معدور أما إذا كان نسيانه للقرآن من باب تساهل والإهمال فإن هذا لا ينبغي له بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فإنه شغل تفلتا من الإبل في عقوله فإذا تركه وأهمله صار مخالفا بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن فيكره له ذلك الآية ينشير قال ربي حشرتني أعمى وقد كنت بصيلا هذه الآية في الذي بلغه القرآن في الدنيا ولم يعمل به بلغه القرآن في الدنيا وقرأ القرآن أو سمع القرآن ولم يعمل به فإنه في يوم القيامة يوبه قال سبحانه وتعالى فإما يأتي أنكم مني هدى أمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فلا هو معرض عن ذكري الله عز وجل فإن له معيشة الظنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتت كآياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى فلما عمي عن آيات الله في الدنيا فإن الله يعميه في الآخرة ويضله في الآخرة جزاء له الجزاء من جنس العمل ويقول جل وعلا ومن كان في هذه الأعمى قال في الآخرة أعمى وأظل سبيلا فهذا مما ينجب على المسلمين العمل هو كتاب الله تذبر كتاب الله والعمل جث وعدم الإعراض عنه وعدم إهمانه ما دامه على قيد الحياة لأنه يواجه هذه العاقبة السيئة وهذه العقوبة الشنيعة